وصل حزب الحركة الوطنية للإنقاذ إلى الحكمة بقيادة الرئيس المؤسس إدريس دي بي إتنو في الأول من ديسمبر عام 1990 وبهذه المناسبة التاريخية عد لنا الزميل هارون أب آدم هذه الورقة لا أحمل لكم ذهبا ولا فضة ولكنني حملت لكم الحرية والديمقراطية عبارات سجلها التاريخ وستظل خالدة في نفوس الشديين إنها كلمات لرجل بامين الأول الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دي بي إتنو حيث كانت ضربة البداية في الأول من ديسمبر عام 1990 في ذلك التاريخ هبت رياح الديمقراطية في كافة ربع البلاد دخلت طلاع ثوار الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة إدريس دي بي إتنو قادمين من شرق البلاد ونقطة الانطلاق هي بامينة التي فيها تم تأسيس هذه الحركة والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الدكتاتور حسين هبري الذي حكم البلاد بيد من حديد عبر البوليس السياسي المعروف بإدارة الوثائق والأمن دي دي اس وفي الرابع من ديسمبر أعلن الإعلام الحكومي بقيام نظام جديد برئاسة العقيد إدريس دي بي إتنو آنذاك النظام الذي حرر الشعب التشادي من الدكتاتورية الغاشمة وأدخل الثقة بين السلطة والمواطنين وتولدت منه حرية التعبير والتعددية الحزبية وقد أزيل تيار الفساد والاستبداد والكابوس السياسي الذي دام ثمان سنوات بقيادة الدكتاتور هبري الذي سجل انتهاكات سارخة في تجاوزات لحقوق الإنسان حيث لقي الآلاف من الشادين حتفهم ظلما في سجون دي دي اس وأن هوية الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس دي بي كان واضحا للمراقبين فقد لاقى نظام الام بي إيز ترحيبا وتأييدا واسعا داخليا وخارجيا وأن هذا الموقف الشجاع قد جعل من شخص الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دي بي تنو أحد أهم رموز القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر ليس فقط نتيجة للإنجازات التي حققها منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 1990 بل لجهوده وكفاعه في مواجهة سياسة القمع والظلم وتمكن البلاد أن تنتقل من نظام ديكتاتوري إلى نظام جمهوري يرتكز على مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون وجعل المواطنين الشاديين يعيشون بكرامة بإحترام الحريات الأساسية التي تساير النظام الديمقراطي في البلاد ترجمة نانسي قنقر